يا مساء الفل تعالوا نعمل الميجا سينابو خطير محتاجين نص كوباية من اللبن الدافي معلقة كبيرة من الخميرة وربع كوباية من السكر الابيض نقلبهم ونسيبهم يخمروا عشر دقايق هنحط بيضة وفانيليا وتلت كوباية من الزبدة الطرية هنقلبهم كويس وننزل بكوبايتين دقيقة ورشة ملح بس ونقلب العجينة لغاية ما نلاقي كل دقيقة اختفى اعيزة بقى تعجيني بايدك او بالسباتيولا هي العجينة مش محتاجة عجن اول ما تلمي كده معانا خلاص بنسيبها تخمر نص ساعة بس شكلها وعلى الكاونتر رشة دقيق وننزل بالعجينة ونفردها كده ابن الشابة برضو تكون مرشوشة عليها شوية دقيق وندهنها دهنة زبدة طرية ومعانا بقى الحشوة عبارة عن كاكاو وارفة وسكر ابيض والتريكة الجديدة معلقة صغيرة من النسكافيه ونحض نقلبهم ونحط الحشوة ونبططها عشان تلزق نقطع بقى تعطيعة الميجا سينابو شرايط عريضة كده زي ما انتوا شايفين وهنمسك كل حتة نلفها على بعض كده ونحطها مع بداية الشريحة الجديدة ونرول كده اهو وانا جبت اخر واحد عشان مفع كشا دخلتها كده في النص وهي صانية مدهونة زبدة وحطنا الميجا سينابو وخطناها وسبناها تخمر تقريبا كمان نص ساعة ودخلناها فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص عشر دقيق بعد العشر دقيق حطناها كريمة خفق ودخلناها الفرن تاني عشر دقيق كمان من غير ما نفتح الشوية ولا حاجة وبنطلعها بقى ونسيبها تهدى ونحضر الحشوة تقريبا ربع كباية من الجبن الكريمي عليها ربع كباية من الزبدة الطرية وكباية كبيرة من السكر البودرة مش محتاجين اكتر من كده ونفرج بقى كل الطوپنج الحلو ده طوپنج الجبنة مش قادر اقول لكم بقى طعم السنابو خطير والتركة بتاعة النسكافي في الحشوة تجنن ورحته بقى ملاش حل خطير